شب ليلة أول أمس بحي أنجاري الدائرة الثامنة حريق هائل في إحدى محلات بيع الغازة مما خلق حلعا في نفوس بعض المواطنين بسبب الأصوات المرعبة الناجمة عن الحريق ولكن بفضل جهود رجال الأطفاء تم إخماده ولم يسبب خسائر في الأرواح تقرير الزميلة راما جيبرين أنجني عند الساعة التاسعة تقريبا وقع انفجار دخم بعهد المباني بحيد قرياض بالدائرة السامنة في العاصمة الجمينة يتساءل أحدهم عن المصدر وأسباب حزى الهريق الذي سبب خسائر مدية واسية دون وقوخ خسائر بشرية وأن هضور رجال الأطفاء في الزمان المطلوب ساعد كثيرا في عملية تخفيف حجم الأضرار والسيطرة على إخماد النار المدير العام للشرطة الوطنية الذي حضر في هذا المكان قال إن بعض الفاعلين الاقتصاديين لا يدركون مدى خطورة مثل هذه الأنابيب التي يتم تخزينها في الأهياء السكنية من ناهيتها عمدة بلدية الدائرة السامنة فاطمة يحيى طلبت من المواطنين بأدم ممارسة مثل هذه التصرفات الخير مسؤولة والتي يمكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية أعزائي المشاهدين هكذا وصلنا لنهاية النشر الأخيرة وشكرا لحسن المتابعة